وجه الاتحاد القطري لكرة القدم الدعوة إلى نظيره اليمني من أجل حضور المنتخب اليمني للناشئين مباراة تونس والجزائر اليوم السبت في نهائي بطولة كأس العرب في فقطر 2021 أوضح موقع الاتحاد القطري أن الدعوة تعد تكريما لمنتخب اليمن المتوج بطلا لكأس غرب آسيا لناشئين 2021 بعد فوزه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح وكان وزير الشباب ورياض نايف البكري نشر مساء أمس صورا قال إنها لمغادرة منتخب الناشئين مطار جدة والتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة نهائي كأس العرب اليوم السبت